السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يانا الكادلك اسكاليد فئة الاسبورت الجيل الخامس نشوفها مع بعض وكل عادة كافة التفاصيل الكادلك الغانم رح تلقونا تحت بوصف الفيديو وسعره فيه اليوم اليوم الاسبورت اللي يكون الدرجة الأقل 33,499 دينار كويتي رح تلكم تحويب العملات الأجنبية الأخرى لا تنسى تعطي المقطع لايك واشترك معاي بغلان ليصلك ان شاء الله فيديوهات نفس هذه أول بأول حياكم الله رح نأخذ جولة تصورية عن السيارة ونكمل بالمواصفات مع بعض نبدأ بالمحرك المحرك الشهير 6.2 لتر يولد 420 أحصان وعزم يصل إلى 624 ميوتن متر متصل غير من 10 سرعات أوتوماتيكي وكل فئات الاسكاليت تأتي All-wheel drive دفع 4 مستمر للعجلات وليتر الواحد من البنزيني مشيك 8.8 كيلو سيدة تكون 91 لتر فبحث سيدة رح مشيك تقريبا 800 كيلو بس مشتطة إليك الأرقام هذه على حسب ظروف القيادة والبنزيني يكون 95 مقياس التحت هو اللي عندنا R-O-M نبدأ بالمواصفات أول شي نبدأ بالمفتاح هذا هو شكل مفتاح تعرفها من كدلك أنيق صراحة عليه الكروم أيضا تقدر تبطل الدبة وتبطل الجام الخلفي عن طريق الزر هذا وأيضا تقدر تشغل سيارة عن بعد الكدلك اسكاليت هذا هو الجيل الخامس أول جيل ظل على سنة 1999 وكان بداية السيارات السيو في الفخمة من كدلك وأيضا من المصنع السيارات الثانية توهم بادين على حدود الألفين كلهم بدأوا في الفئة هذه الفخمة لعل يكون أهم تغيير على الجيل الخامس اللي هو التعليق المستقل الخلفي الجيل اللي قبله كان تعليق صلب واحد طبعا التعليق الخلفي المستقل يعطيك أريحية في القيادة مثل ما تشوفون راحة لكم مقارنة سريعة بين الاندبندنت سسبنشن اللي هو التعليق المنفصل والتعليق الصلب الواحد يعطيك أفضلية في مطبات أو المرتفعات المختلفة أيضا يعطيك سعة بالخلف ما شاء الله الجيل هذا صار أفضل من السابق بمراحل يعني من ناحية السعة الخلفية ومن ناحية حتى الراحة والقيادة اليومية العادية صار أفضل بمراحل وكدلك اسكاليت مبني على نفس الشاسي اليوكن والتاهو لكن سيارة جدا جدا مختلفة عنهم من ناحية المواصفات من ناحية أيضا الفخامة الداخلية يعني مختلفة اختلاف تمام تماما عن السيارات اليوكن والتاهو والفعل اليوم اللي هي سبورت سبورت يعني تكون أقل درجة يكون فيها الشبك اللي باللون الأسود مثل ما تشوفون هنا راح تلكم الحين موجود بالمعرض الشبك البلاتينيوم راح تشوفون فيه فرق كبير من الشبك الشبك هذا أسود ويوحي إلى السبورت يعني سيارة رياضية دائما تكون فيها تطعيمات باللون الأسود وتشوفون فرق حتى الشبك هذا جاي بالعرض وهذا شكله يعني فتحات كبيرة ثم تشوفون بالأمام العل أبرز المنافسين من الفئة هذه اللي هو اللينك نافيكيتر كحجم وكفخامة نفسها في فيها هذه أيضا يدشيهاهم اللكسز LX 570 أو 600 الجديد وأيضا يدشيهاهم الباترول أو الفينيتي عفوا الفينيتي كيو اكس 80 مثلما نشوف بالأمام عندنا الليتات الـ LED بشكل كامل حتى العالي والواطي كلهم LED أيضا عندنا الليت هذا الـ Running Daylight وجود تحت والسنسر حساسات موجودة على الجنب أيضا في حساسات مثل ما تشوفون الشبك العملاق أيضا عندنا كاميرات من أصل أربع كاميرات بإذن الله رح تشوفها من داخل تشوفون الشبك الأمامي ترا فيه تقنية داخل تشوفون هذول الفتحات اللي داخل الفلابرس هذول اللي يتسكرون عندك كذا ما تحتاج السيارة هوا ستسكر عشان يعطيك نسيابية هوا أفضل في حال إن السيارة ما تحتاج هوا بزيادة ستسكر لك هذا يعطيك نسيابية هوا أفضل وطول قاعدة العجلات نقصه بقاعدة العجلات من التايرة الأمامي إلى التايرة الخلفي 3071 ملي متر والطول الإجمالي للسيارة 5182 ملي متر ارتفاع السيارة عن الأرض 1948 ملي متر ومقاص التاير يكون 275-52 إنش والشكل الخلفي للكادلة كاسكاليت مميز جدا عندنا الليت بارة هذا اللي هو امتد على طول الدباء الخلفية موجود من الجيل الرابع وخذوه مع الجيل الخامس لأن شكله صراح مميز أيضا عندنا الليت اللي على الجب لازم يحطونا كادلك طبعا على شعار كادلك مثل ما تشوفون تماما تفاصيل جدا جميل وأيضا عندنا بصمة السكاليد وستمية هي عبارة عن العزم وأكثر بص حطينا ستمية كدلالة على العزم السيارة في مكان كفر للقلص أيضا على شكل الشعار كادلك والحساسات موجودة الاكزوز يكون باللون الأسود مثل ما تشوفون بالأسود هذا اللماع وعندنا كاميرتين كاميرا للرؤية الخلفية اللي موجودة بالنص المنظرة وأيضا وياها الجت لكي تنظيف في حال انها توصقت أو شيء وكاميرا للرؤية الخلفية العادية طبع تبدأ بطل دباش لون عندك يا عن طريق الزر هذا تبقطت شذي بطل وأيضا عندك ميزة الركل عن طريق الشعار بس تحت رجلك راح تبطرها بشكل أوتوماتيكي عندنا مساحة جدا ممتازة في الصف في حال انك نخلي الصف الثالث موجود عندك 722 لتر في حال انك طويت الكرسي أو كراسي الصف الثالث توصل اياك إلى 2060 لتر تقريبا فرقم جدا ممتاز وعندنا مساحة هنا للتخزين الصغيرة والمساحة هذه ما شاء الله طلعوها من فضل انهم استخدموا شاصة جديدة وايضا استخدموا الاندبندن سسبنشن اللي افصلوا عن التعليق المستغل الخلفي مو تعليق صلب فقط واحد نفس الجيل السابق لا صارحين تعليق مستغل فأعطوهم مساحة جدا ممتازح عندنا هنا الشحن بلاك البيت موجود ايضا عندك تطوي الكراسي بشكل كهربائي من هنا نحن نطوي الكراسي هذه حين تحولت عندك مساحة إلى 2060 لتر تقريبا ايضا عندنا بالخلف راح نشوف ان شاء الله كراسي الخلفية فيه تكيف واصل الخلف من هنا عندك حماية للصبغ لانك راح تحطي الأغراض هنا فتحمي الصبغ اللي موجود هنا ايضا عندك بلاس كنيم ما عندك اي مشكل باذن الله فيها بصمة الاسكاليت او كلمة اسكاليت وانتسكرة بشكل اوتوماتيك ونشوف الكادلة كاسكاليت من الداخل طبعا كيلو ستري الدخول الذكي بدون مفتاح تخلي مفتاح بجيبك والدخول الذكي بدون مفتاح على الأبواب اللي بالأمام طبعا الفئة اللي اعلى تكون فيها الدخول الذكي عن طريق الأربع بواب وفيها قفل على أربع أبواب سوف نفتح الباب مع بعض نشوفه الآن عندك زر بالخلف ليس لازم انك تسحب اليدة وضغط انك تضغط الزر سوف يفتح لك الباب بشكل جدا سهل وفيه نفس الميكانزم الكهربائي داخل يفتح لك قفل الباب من عن طريق الزر اللي موجود في الخارج موجود هنا خلف يدة الباب فهذه يدة مو فيزيائية صجية لا فيه زر بالخلف يفتح لك الباب بشكل كهربائي والتجهيزات الداخلية جدا ممتازة عندك الجلد هنا باللون الثاني اللي يون اليوم أيضا الخشب الطبيعي وعندك الجلد اللي فوق أيضا عندك التبريد والتدفيع موجود هنا للكيشن اللي موجود بالعمام الكيشن السائق أيضا عندنا المناظر كلها بشكل أوتوماتيكي عندك ثنين حافظات مقاعد وأيضا عندك مساعدة من الخروج من السيارة يرجع لك الكيشن ويرفع لك السكان نفسه إلى فوق عشان سهول الدخول وخروج من السيارة تطوئ المناظر عن طريق الزر هذا اللي موجوده هنا أيضا عندك مكان ما شاء الله تخزيم جدا ممتاز بالأسفل عندنا كلمة الأسكاليد موجودة هنا والسيارة مصنوعة في أمريكا فرسي سائق أكيد بشكل أوتوماتيكي بالكامل كهربائي أيضا عندك دعم قطنية الظهر من كل صوب وفوق وتحت وعندنا الجلد اليوم على شكل الدايموند هذا أو الماسي ويكون فيه سماعات فوق مثل ما تشاهدون هنا الكيشن ماشاء الله جدا شكله جميل والجلد الطبيعي وأيضا علامة الكادلك موجودة هنا على ظهر المقاعد فتحسها بانورامية ما شاء الله عملاقة والسيارة تكون فيها درايش كلها بشكل أوتوماتيكي كما تشاهدون أيضا درايش اللي بالأمام تكون فيها دبل طبقات عازلة تما تشاهدون طبقة بالنص عازلة للضجيج الخارجي المنظر الخارجية تكون فيها بلايند سبوت أو النقطة العمياء موجودة تشاهدون العلامة لفوق أيضا تكون مدمجة في الباب ما تكون مدمجة مع الجامعة اللي بالأمام عشان يوفر لك انسابية للهواء بشكل جدا ممتاز وأيضا يقلل لك الضجيج اللي داش على المقصورة اللي في الداخل كاميرات 68 درجة رح نشوف ان شاء الله مع بعض بعد شوي سماعاتكم من AKG 19 سماعة موجودة في السيارة ونشوف السيارة من الداخل نشغلها ورشي عندنا بعض ترحيبية هذه في الشاشة صراحة شكلها جدا جميل عندك زر التشغيل نتكلم شاء الله عن الشاشة بكل تفصيل بإذن الله وأيضا الشاشة اللي هنا ونبدأ بالسكان عندنا سكان من الجلد موجود هنا التطريز شكلها جميل أيضا عندك الخشب الطبيعي مع التطعيم هذا باللون السلفر أو الكروم عندنا سكان رباعي لضلاع موجودة شكلها صراحة جميل جدا وأنيق ومتناسق مع الداخلية السيارة اللي شكلها صراحة أنيق جدا على اليسار عندنا مثبت السرعة وأيضا تقدر تحط مسافة بينك وبين السيارات اللي بالأمام منع تصادم الأمامي هذا أو في حالنا لا سمح الله أنتما شفت أمامك رح يضغط بريكو من نفس السيارة تقدر تحط المسافة بينك وبين السيارات اللي بالأمام أيضا عندنا التسخين للسكان عندك تحت زرين زر واحد في الوامر الصوتية وأيضا هنا محسن المحادثة الداخلية تضغط هنا رح يضبط لك مثل ما تشوفه محسن لك المحادثة الداخلية عن طريق استخدام مايكات ويخلي صوتك للسماعات اللي بالخلف فأكأنك تستخدم مايكروفون داخل السيارة أيضا عندنا هنا تطول وتكسر على الصوت وزر واحد صامت هنا تراك وأيضا هنا الميديا تقدر تغير بلوتوث أو FM أو أي شيء تبيه أيضا عندنا هنا تحكم في الشاشة اللي علي سارة العليمين هذه الصغيرة ما تشوفون أقدر أحط أي ميديا أبيها وأيضا عندنا ترد وتغير اقتصاد من زر واحد فيها السيارة بادل شفتر مثل ما تشوفون بخلف السكان عندنا مساحات تكون بشكل أوتوماتيكي وفيها حساس للمطر أيضا الليتات تكون هنا مثل ما حنا متعودين تكون سيارات الأمريكية موجودة هنا لأحطو لك الليتات موجودة هنا مع زر أوتو وفيه الأوتو هاي بيم أو الأوتو العالي يكون بشكل أوتوماتيكي والأزرار تحت علي سارة عندك هنا زر الأوتو تخليه يتحكم في الدفع الرباعي أو دفع خلفي أيضا عندك زر الدفع الخلفي صراحة مميز في سيارة GM أن تقدر تخليها دفع خلفي السيارات الثانية تكون دائما دفع رباعي فعندك ميزة تخلي دفع خلفي أو دفع رباعي هنا إذا في حانك شغلت الدفع الرباعي سيساعدك في الطرق الوعرة مثبت سرعة أو نسميه نظام مساعدة من نظوم الحدرات وأيضا الصعود للمنحدرات أو المرتفعات عفوا والمود تجد تغير السيارة من التور والسبورت والأفرود من حتى السحب مثل ما تشوفون هنا لأن السيارات هذه تتميز في السحب وقدرة السحب العالية أيضا عندنا السايد البريك الإلكتروني يكون هنا وهذه نظام الكبح للمقطورة الخلفيها في حال نها تدعم الكبح الإلكتروني من هنا تطول وتقصر على إضاءات الداخلية من هنا والشاشة اللي بالنصف في حال نكتب تغيرها عندك شاشة صغيرة تحت أو عليه سار هنا فما تشوفون تقدر تحكم حتى في الهدف أو البروجيكتور الموجود فوق عن طريق أن تلف هنا وتختار أي شاشة تبيها بالضبط مثلا هنا طلعت لي ثلاث شاشات اللي هو القيج اللي أنا حاطة الحين وأيضا تقدر تحط الماب مثلا خريطة ستتحول بالكامل إلى خريطة صراحة مستغلين الشاشة هذه OLED اللي هي OLED واللون الأسود فيها حقيقي جدا فماشاء الله جدا ممتازة الشاشة وواضحة جدا هذه شاشة الـ AR camera الواقع المعزز تقدر أنك تحط رح يقول لك لف هنا يسار أو لف يمين هنا مثلا ما تشوفون في الصور رح حط لكم توضح لكم شلون تشتغل التقنية هذه أيضا السيارة تقرار لك الشواخص المرورين مثلا ما تشوفون هنا علامة الشواخص المرورية رح تقرار لك في عندك هنا شاشة صغيرة يوريك أنت على أي دف دفع رباعي أو دفع الخلفي وأيضا الرينج أو مدى السيارة موجود تحت هنا يوريك من اللي رابط حزام من اللي مرابط حتى حق الركاب اللي بالخلف فالشاشة ما شاء الله تقدر تغير على راحتك أي شاشة تبيها أيضا الهدف ديسبيلي تقدر تحكم فيه من هنا ارتفاعة وانخفاضة اللي موجود بالنص هنا أو يعرض لك معلومات اللي تهمك على الزجاج الأمامي تقدر تشوف معلومات تهمك بالسيارة والرحلة أو تخليها فاضية تشوف شاشة ترفيه في السيارة عندك شاشة هنا تدعم اللمس وأيضا عندك أزرار واختصارات موجودة وأيضا فرار هذا تقدر تحكم فيه الشاشة بشكل سريع عندنا مثلا اختصارات للنفيقاشن هذه الشاشة الرئيسية الشاشة ما شاء الله استجابتها لللمس يعني كأنك تستخدم تلفونك سلسة جدا واللمس فيها استجابة جدا ممتاز أيضا عندنا مثلا الاختصارات للأشياء المهمة مثلا واي فاي حوتسبوت تقدر تخلي السيارة تكون نقطة اتصال واي فاي متنقلة أيضا عندك الابو كابلي والاندرويد اوتو يكون بشكل ويرلس بدون وير تقدر تشبك تلفونك وهذه جدا ميزة ممتازة الامبينت لايت تقدر تغير الإضاءات الداخلية عندك موجودة في السيارة والشكل التوضيح صراح ممبين هنا لأن الشمس والإضاءة جدا قوية فعندك الرسم التوضيحي يوضح لك وين بالضبط الألوان الداخلية راح تكون تحت التكيفي هنا وأيضا بالخلف موجودة في السيارة أيضا تقدر تخليها على وهو يغير الألوام النفسة وأيضا تقدر تدمجه أو تخليه مع نمط القيادة لأن تحطه راح تخير معالك الإضاءة الداخلية أيضا عندنا نظام الكاميرا جدا ممتاز للرؤية المحيطية عندك تقدر تخير تبدو تشوف فوق أو تحت على الجنب عندك ميزة 360 درجة تقدر تشوف على السيارة من الخارج كأنه فيه درون بالخارج تصور لك السيارة أيضا فيه باركينج أسيست أو مساعدة لاستفاة في السيارة فهذه جدا ممتازة لأنه فيه سناسر أو حساسات من الخارج بكل مكان فهي يساعدك أنك تصف السيارة بشكل تلقائي أيضا عندنا بصمة الكادلك موجودة هنا صراحة شكلها أنيق جدا مع اللون الخشب هذا أو الخشب الجميل صراحة داخلية أنيقة جدا من أفضل داخليات الأس يو في اللي شفتها وعندك شاشة مهمة جدا في السيارة تهمك في ناحية الأويل لايف اللي هو عمر الزيت أو منتها تبدله أيضا ضغطة واير موجود عندك هنا الاقتصادية والوقود وأيضا هنا أشياء تهم السائق من ناحية ضغط البطارية أو فولتج عفوا فولتميتر مع البطارية وأيضا الزوايا أو زاوية الاقتفاة في السكان مثل ما تشوفون لفة السكان لف ويانة أو تغير درجة اللفة من هنا عندنا ضغط الزيت وحرارة الماء أو الراديتر حرارة الكولنت المبرد وأيضا حرارة القير موجودة هنا يتهمك حيل في حال أنك ساحب لك شيء فتشوف حرارة القير لا سمح الله ترتفع عياك أو شيء راح تشوف من هنا أيضا عندنا حتى الـ Air Filter اللي هو شوتا أو فلتر الهواء الموجود داخل يدخل لك الهواء على السيارة أو المكينة يحط لك عمر الفلتر الهواء وأيضا عمر سفايف أو الفحمات منية بالمية ومية بالمية بالخلف سيقوم بتأكل أو استهلاك لها ويعطيك تنبيه بشكل جدا ممتاز ونظام منعمة الزلاق موجود هنا وأيضا نظام مراقبة الإطارات تكيف مفصول موجود هنا الأزرار كاملة تقدر أنك تحكم عن طريق الأزرار موجود هنا أيضا تقدر تحكم في المكيف الخلفي عن طريق أنك تروح من الشاشة تقدر تقفله في حال نوياك الجهال لا تريد أن يلعبون في مكيف تقفل عليهم لا يمكن أن يتحكم في التكيف بشكل جدا سهل وعملي والقائر عندنا كهربائي من 10 سرعات هنا زر البارك أيضا عندنا يوقف الكسيارة في فترات قصيرة وعندنا نظام محافظة على السير أو مراقبة حارة السير هنا زر تطول وتكسر على الصوت أيضا الميديا تخيرها وترد وتغلق التصالات أيضا موجود هنا زر يفتح لك على طول صفحة معلومات التي تهم السائق أيضا عندنا اختصار للنفيقاشن وهنا مثل ما قدت لكم تقدر أنك تستخدم الفرار هذا كاختصار للشاشة التي بالنص هنا زر على طول يوديك وزر الرجوع خاص في الشاشة هذا زر موجود هنا أيضا عندنا مكان لحفظ التلفون أيضا يكون شحن ويرلس بنفس الوقت تقدر تخليه هنا ويشحن بشكل جدا ممتاز وعملي ما يتحرك يحرك التلفون لدينا الكب هولدر الخشب الجميل هذا تفتح لديك ثانين حاملات كوابة أيضا مكان تغزين صغير و12 و تايب سي و تايب اي موجود هنا عندنا الثلاجة فيها مرحلتين تشوفون هذا الزر تقدر المرحلة الاولى اللي هو التبريد عادي وتقدر تخليه فريزر يعني الى سالب خمسة راح يكون درجة حرارة التبريد فماشاء الله جدا ممتاز أيضا عندنا الـ موجود هنا وفي خاص في الخريطة وخاص في الخط الموجود في السيارة هنا تقدر تطفي وتشغل البلاك الخلفي قبل شيء وردكم هنا تأتيت فعلة وطفي من هنا مكان تخزين هنا أيضا ممتاز وحميق ما شاء الله عندنا المكان هنا ماشاء الله في ازرار واجد راح نستعرض ان شاء الله عندك المنظرة الخلفية تقدر خليها كاميرا في حال انك مركب اغراض وراء تحط هنا ورح تحول الى كاميرا بشكل جدا سهل وايضا فيها ازرار تحكم فيها مثلا تتحكم في الاضاءة او السطوع المنظرة هذه ايضا تتحكم في الانتفاع والانخفاض او الزوم تقريب والتنزيل ايضا تقدر ترفعها وتنزلها مثل ما تشوفون والحساسات الموجودة كلها موجودة هنا من الكاميرات والحساسات والسناسر الموجودة هنا عندنا ازرار موجودة وانتفعلها وتطفيها من هنا ايضا عندك الاس او اس وزر الطوارئ موجود وهذا الزر يكون حساس للحركة في حان اكطفيت السيارة وطلعت حسة السيارة في حركة بالخلف رح تطيك تنبيه ترى في شي انت نسيتها بالخلف ايضا عندنا هوم لينك او قراج اللي اختصار له تبطل القراج من هنا تقدر تشبك عندك هذو ال LED وهذا خاص كله في الستارة او فتحة المنرامة موجودة كل الازرار موجودة فوق ميزة الزرين هذي تقدر تطوي وترفع الكيشنات اللي بالخلف مثل ما تشوفوا الان برفع الكيشن ثاني انا شفت سيارات تقدر تنزل الكراسي اللي بالخلف عن طريق زر لكن ما شفت انك تقدر ترفعهم بالامام ايضا فميزة جدا ممتازة ونشوف الاسكلين من خلف طبعا الابواب كلهم يكون في مكنزم كهربائي داخل تضغط رح يبطلك الباب مو شرط انك تسح باليد حتى بالامام فقط انك تضغط على الباب رح يفتح لك الباب بشكل كهربائي عندنا التطعمات بشكل نفس بالامام بالضبط لك الجلد هذا اللي يكون باللون التان ايضا عندنا التخشيبة والسلفر هذا الممتدل الامام صراح شكل طالع انيق جدا ايضا عندنا المناظر الخلفية السماعات موجودة ايضا موجودة بالاسفل عندك الAKJ سماعات اللي هو نظام سمعي من تغسين وايضا عندنا مكان تغسين جدا ممتاز عندك بصمة او كلمة الاسكاليت ايضا موجودة بالخلف وهذا الكيشنات اللي بالخلف تقدر تطلبها الصف ثالث بالكامل اللي هو يجي النفس القنفة كامل او تطلبها كابتن شير اللي يكون كل كرسي بروح بحال نكتبي تصعد الى الخلف تضغط الزر هذا تطويلك الكيشن جدا سهل ايضا ترفع هذا عليك وتقدر انك تروح بالخلف بسعة جدا جدا ممتازة تروح الى الخلف ونشوف الساعة الخلفية مع بعض انا حاليا جالس بالخلف ما شاء الله الساعة جدا ممتازة ايضا عندي مكان اقدر اتكدم وارجع الى الخلف عندك اثنين او فتحة USB للشحن ايضا في مكان حاملات كواب موجودة بالخلف وهنا نفس الجلد موجود لراحة اليد مثل ما شاء الله الساعة جدا ممتازة عندي لحين ساعة وبالامام هو مرجع الكيشن حيلي انا مخلي الكيشن يرجع فعنده يقدر انه يقدر ايضا ما شاء الله الساعة الجلوس بالخلف جدا ممتازة ايضا فيه تكييف واصل الى الخلف حتى الكرسي العليمين عنده Type C و كوب هولدر موجود حاليا تريد تطلع السحاب ورفتح لكه بشكل جدا سهل وتلقائي الساعة الخلفية بالساعة جدا متازة عندي ساعة ومكان تخزين هنا ايضا تكون تحكم بالتكييف بشكل كامل مفصول عن الامام تطور وتقصر على درجة المروحة ايضا تقدر تغير الكيشن الخلفية فيها تدفئة عن طريق الزر هذا تقدر تشغله وطفي موجود بالخلف عندنا مكان حاملات اكواب موجود بالنص ايضا عندك فتحة USB Type-C موجود اثنين وايضا في مثل ما تشوفون Black Bayt موجود بالخلف بعد وصلت لدقيقة هذه المقطع شكر جزيل واتمنى انك تشترك معايبا في القناة ان شاء الله في ديوات ناس هذه أول بول أحياكم الله وشكرا على المتابعة